اشتركوا في القناة ثم الخامسة الدولية بمعنى انه تبدأ المواصفة من المصنع لانه هو البؤرة التي تصنع الهداء عادة يقوم اصحاب المصنع بوضع سياسة للجودة ومن هذه السياسة انه يضع نصب عينيه انه ينتج منتج مطابق للمواصفة هذه المواصفة يسترشد فيها المصنع في عمليات الشراء والبيع والانتاج كيف يتم اعداد المواصفة ان شاء الله سنتعرف من خلال هذه المحاضرة اولا في المصنع يتم اعداد المواصفة باتفاق بين الاقسام المختلفة في المصنع سواء كان قسم التصميم قسم الشراء قسم الانتاج قسم الصيانة وعادة ما تكون هذه المصانع او هذه الشركات ذا طبيعة مميزة من ناحية طبيعة الانتاج يعني مش اي مصنع بقول انا بدي احط مواصفة المصانع اللي بتكون ذات ثقل ووزن في الدولة ثانيا المواصفات القياسية للاتحادات التجارية بعد المصنع المصانع المشتركة في انتاج سلعة معينة لها اتحاد تجاري خاص فيها يعني اصحاب المصانع بيجلسوا في هذا الاتحاد عبارة عن جمعية ترعى مصالحهم فمثلا اتحاد جاء لمصانع الاغذية اتحادات مصانع الالامليوم اتحادات مصانع الحديد والصلب الى اخره فاتحادات المصانع الغذائية بالنسبة لنا اتحاد الصراعات الغذائية يتم فيه التشاور في ما بين اصحاب المصانع ليتم اعداد مواصفة ويتم التنسيق بين مجموعتها هذه المصانع مع الاتحاد او مع الهيئة حسب اسمها في الدولة ذي زي ما ذكرنا حسب اسم الهيئة او الاتحاد يتعين على ادارة التقييس في الاتحاد وضع برنامج مواصفات متناسق بحيث يلبي رغبات المصانع المشتركة في هذا الاتحاد بغالبا يمكن تلخيص الوظائف الاساسية لإدارة التقييس في الاتحاد على النحو التالي بداية بده يتعرف بشكل كامل على حاجات المصانع لانه هي الاعضاء في هذا الاتحاد نحو هذا ما له علاقة لا بمستهلك ولا بالوزارة هو بيرعى شؤون المصانع والمؤسسات اللي مشتركة في هذا الاتحاد بحيث انه يخدمها ويعمل صلة تواصل بينها وبين المؤسسة الحكومية ما لهش علاقة في المستهلكة إذن وظيفته تعرف على حاجة المؤسسات والشركات اختيار أنسب المواصفات الخارجية وإعداد مواصفة الاتحاد منها المشاركة الفعالة في اللجان الوطنية للتقييس بذل جهود لإعداد مواصفات بذل جهود للتنسيق بين مواصفات المؤسسات العضاء يعني لو أحفظ طولة امتين منها دولار خمسة بكثنة إن شاء الله في التحزيل التالي أو خلينا نعمل هذا بالمرة المواصفات القياسية الوطنية أكبر من الاتحادات وأكبر من الجمعيات اللي هي بتصير عن مستوى الوطن فهذه الاتحادات بتعتبر منظمات غير حكومية الآن بدها تتقدم بطلب وضع المواصفة للمؤسسة الوطنية أو القومية المؤسسة الوطنية اللي هي غالباً بتكون وزارية حكومية تصدر عندهم حسب الوزارة المسؤولة عن وضع المواصفات تكون مسؤولة عن التوحيد القياسي في الدولة مثلاً في إنجلترا تتركز هذه السلطة عندهم حاجة اسمها الهيئة البريطانية للمواصفات القياسية بي اس آي في أمريكا عندهم حاجة اسمها الاف دي اي اف دي اي حنا نسمع عنها كتير اللي هي هي هيئة الغذاء ودواء الأمريكية ونضاف إلها ايه اللي ايه امريكا نفون دراج يعني لو أنا يعني عشان ما أغلبكوش نحذف الاف دي ايه مشهورة وفي بريطانيا البي اس آي في مصر عندهم الهيئة المصرية التوحيد القياسي وجودة الإنتاج في فلسطين عندنا الهيئة المواصفات والمقييس الفلسطينية هنأخذها ان شاء الله اه الشغلت هذه المؤسسة سواء كانت هيئة المواصفات ان شاء الله في التسجيل التالي بنتكلم عن المواصفة الاقليمية